ده كلام مهم لكن تبقى ضربة البداية دايما مع مقالي ومقاله فيلم الموسم استمتعنا كلنا مبارح ساعة 11 مساء والإعادة كانت النهاردة وأكيد فيه إعادات أخرى عن فيلم الموسم فيلم المايسترو صالح سليم هذا العمل الوسائقي الرائع جدا اللي أعدته القناة وقدمته من خلال إدارة التوسيق اللي بيشرف عليها الزميل محمد مصطفى ومعه فريق عمل أكثر من رائع تحت إشراف ومتابعة وجهد الحقيقة يشكر عليه الزميل إيهاب الخطيب مدير القناة الفيلم يا باش مهندس لقى استحسان وسعادة كل الناس سيد إبراهيم بداية لازم نحيي كل من أشرف ووافق وساعد ودعم وقدم جهدا في هذا الفيلم الذي كان يليق به أن ينقل من دار الأوبرا يعني فيلم لو قال لك أول عرض له حيبقى في دار الأوبرا وينقل من خلال دار الأوبرا هو فيلم جديد هو فيلم يرشح لجائزة أسكر المصداقية بجدارة عمل فني أزعم أنه لا يوجد فيلم وسائق رياضي يتعمل بهذا الإتقان وهذه المصداقية والثراء نحن النهاردة كنا مجهزين نتكلم عن كابتن صالح سليم في ذكرى ميلاده في ذكرى ميلاده ولكن الآن ونحن نتحدث عن صالح سليم يكفي أن نشير إلى الفيلم لأن الحقيقة الفيلم مش بس قدم ذكريات المقربون من كابتن صالح لا قدم بقى يعني رؤية وعلاقة جيله من لعبي النادي الأهلي والأندي المنافسة الأخرى شفنا مصطفى رياض بيقوله شفنا محمود حسن بيقوله شفنا مصطفى شيته بيقوله كابتن أحمد زايد شف كابتن أحمد زايد بيقوله شفنا كابتن أحمد زايد كان الوينجراد تعنادي الأهلي شفنا كابتن عزت بقى كابتن عزت قال جملة بسيطة جدا بس توديك الرجل ده إيه قالك أنا كنت كابتن صالح مشرف على كرة من مجلس إدارة وأنا مدير كرة فحصل حاجة كده فالناس رايحة كلمت الكابتن صالح فارحت له قلت له كابتن صالح الوضع ده يعني أنا مش لفتاح له فقاله خلاص أنت مدير الكرة وأنا برا بيه العظمة دي بس ده تعظيم لدور مدير الكرة ده تعظيم للأصول أيوه تعظيم بالظبط للمصدقية مش تكويش أيوه معني كابتن صالح يعني إذا كان غطاء فوق أي أحد فهو بيحميه طبعا واخد بالك لكن هو كابتن صالح من عظامته أنه ينظر للصح هو بيحب النادي عاجي علم الناس بالظبط عاجي علم الناس بالظبط أيوه واخد بالك وأزع من أنا تعلمت عاجات كتير وهتيجي مرات أقولك في الموقف ده أنا عملت كده لإني تذكرت أيوه لا الصح كده أنا زي ما عملوه مش محتاج أنه هو يتكلم كتير وكابتن ما سعى صمعت منهم يا جماعة أنا أنا هقول لكم مؤشرات اتفرجوا على الفيلم ده أما يجي يقولك يقال كلمة رائعة كابتن صالح ما كانش كابتن جوه الملعب كابتن في كل حاجة كابتن في قط اللبس في الأوتوبيس في الطيار في الأوتوبيس الهيبة والمصدقية والحضور والتدخل لصالح النادي الآلي موجود معاه في كل لحظة من أيام حياته صلبته علاقته بالمرض ووقعيته وشجعته في مواجهة المرض تواضعه أمام الصح وسطوته في مواجهة الخطأ الكمبنيشن للناس مششايفة إيه الجبروت وإيه الرحمة وإيه العدالة في عجينة واحدة مضروبة في خلط وطلت اسمها الكابتن صالح سلي أحيي التوجه بتاع العمل أحيي أستاذ طبعا الذي أطلق جميع الإمكانات لأن الفيلم ده تكلف عشان تطلع تصور مع نازل كلها الحقيقة يا راب الخطيب كان مهتم جدا يعني النهاردة رئيس القناة الحقيقة أراد أن يعمل عمل مختلفا صحيح واستجابة لجرأة وطموح محمد مصطفى وفريق عمل محمد مجاهز لأن فريق اللي انت عملته ده دوراء جنود مجهولين صحيح يجب أن يعلموا صحيح لأنه مين اللي راح قابل اللعبة دي مين سافر لهم مين نقل لهم بالكاميرا جاهز المتيري مين اللي راح قابلك وقابلني وقابل الكابتن محرم وقابل الكابتن عسام عم منعم وا 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 مين اللي قاعد يقرأ ودقق حتى لأنه مين اللي قاعد يقرأ المرجعيات اللي قاعد يقرأها عشان يعني ما اكتفاش بالعشرون في كتب تألفت كتير على الكابتن صالح محدش يتألف عليه كتب قد الكابتن صالح فاتقرت وطلعوا منها علاقة صالح يعني السيد سعيد السيد سعيد وحبة هذا الشخص مثلا اللي وقع لي حفظ اللي كان يعني زميل ملعب مع الكابتن صالح وتقلب إلى أن وصل على محافظة للبحر الأحمر يعني راجل ما بيقول كلمة هو راجل مسؤول مش بيتكلم كبقى واحد منبر طبعا حبيبنا وصديقنا ده معتدين على السرد الوقور بتاع نبيل عمر القراءة الرصينة من خلف الشاشة للأستاذ سامح فيلم معمول حلو قوي 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 والتدقيق كمانا باشوانس لأن أنا زي ما تبعت مع محمد مصطفى ما في موقف يتقال إلا لما تم التأكد من صدقه وسلامته ودقته على فكرة ده هو لو فرض الكلام اللي تقال كله يعمل فيلم تاني قده طيب الإضافة النوعية المدهشة ساهم بيها شو بقى مثلا الرابط ده عمر البنوبي في موضوع إنه جاب بقى في النمس الأجانب زملاء كابتن صالح في جردز موضوع إن الناس قعدت تقول صالح بطل 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 هو بيحترف عشان العالم كله يشيد بيه واخد باله المسألة مش عين الراجل كان بيتقوله بطل لأنه حق ورد بيه بطل عايزين الراجل ده بطل لما يمثله من مجموعة حاجات كل واحدة فيهم تعمل قائد رياضي محترم الحديث الإزاعي كابتن صالح بصوته فكل كلمة يقولها تطبع الأرض الواقعة تلاقي حصلت حصلت اتطبقت صحيح كلام يعني الحقيقة كابتن محرم الراغب قال طبعا بعض الذكرات اللي جمعتها وكابتن صالح انت قلت كل واحد فينا قال ومؤكد عنده كل واحد فينا حكي كتير حكي كتير لكن احنا كلنا لازم ننحني أمام الحقيقة التي ظهرت من آراء زملاء الملعب باختلاف انتماءاتهم اي ما فيش حد كابتن عسامو عم منعم يقول لك عمل مش هو الواحد كل واحد الواحد يقول لك عمل للعيب الكرة ايمة كان فيه هواية وكان زمان اللي بيلعب الكرة ده بيضيع وقته ما تروح يا ابني تزاكر وتشوف مصلحتك ولا تشوف لك وظيفة كابتن عسامو عم منعم يقول لك كنا بنروح عشان عايزين نتكسف نقول احنا لعب الكرة فكابتن صالح سليم خلانا كلنا مشدودين كده الفوق عمل قيبة اللي عم انا بالعم عارف الكلايو اللي عملوا في الملاكمة بس صالح بقى بمجموعة اوسع من القيم يا جماعة تعرفوا نديكو داد بنا ليه كده وليه وصلنا في هذا الروعة وهذا التمسك وليه بنقول كل يوم والتاني القيم والتقاليد والتراث لان هو صالح سليم تأثر بمين اه بالبيت لكن بالتيتش والتيتش تأثر بمين جعفر ولي جعفر ولي تأثر بمين بعبد الخريق صار اللي تأثر بعمر لطفي اللي كلهم اتأثروا ببعض ببعض اللي في الاخر عملونا هذا المنتج اللي اسمه النادي الاهلي بتاريخه وتراثه وعظامته اللي كلنا بنفرح به ولا انا تاني والتالت ورابع بقول لكم حبوا الاهلي كما وجدتموه مش كما تريدون ان تحولوه دي نقطة مهمة جدا لان قوة الاهلي عبقريته من عبقريه تاريخه شوف المهندس مصطفة فاهمي بقول ايه يعني كل واحد شاف زاوية وكل واحد اكد على الزاوية اللي شاف ها التالي بالزبط بالزبط دي عبقريه بدون اتفاق هذه هي المصداقية اتكلموا على اداؤه الفني برشقته وقيادته وموهبته ومحرب الراغب قاعد بيتكلم وحسن مرتاح عايز يحكي عن حاجة شافها الحقيقة مفيش اسوأ حاجة في الفيلم ده يمكن انا لان انا عيني طلع حمرة وملتهبة عينك حمرة اهلوية كنت كنت تعبان جدا وميها ومحمد قال لي لا ده احنا موجودين اه لا تنج في النادي وانت لازم تيجي زي ما انت كده يعمل انا لسه جاي وتعبان ومش عارف وابعبلي قال لي تعال بعبلك لا ماشاء الله الحقيقة الحقيقة في الم يا جماعة عبقريته في توسيقه ودقة معلوماته فيه اقاع عالي جدا اذكر المصدقية اه فيه اقاع عالي جدا فيه حرص كبير جدا على الجانب التوسيقي بشكل هايل الحكي فيه دقيق وسليم ما فيهوش ملل ابدا النقل بين الفقرات وبين المراحل السنية كان هايل جدا ما تحسهوش برغم ان انت مثلا ما تبص على الفترة الزمنية اللي حواها الفيلم تقريبا نتكلم من اول بداية النشأ والميلاد في شارع وكشف الدقي ونهاية بالوفاة الحقيقة خلال كل العمر اللي عاش وكابتن صالح تقريبا من سنة الثلاثين لغاية الفين واثنين انت بتتكلم على نموذج ثاري جدا نموذج وهو لعب محطاته هو لعب لوحدها قضية كبيرة قوي والاحتراف في الخارج والعودة والمشاكل والاشعاعات اللي وجهها دوره في المنتخب الوطني حياته في النمسا شهود العيان اللي زملوه في النمسا دي كانت اضافة هيلة جدا وتفضيله مصلحة الاهلي حتى وهو في النمسا لما يجيله انه جرالز عايز يجدد له لازيو الايطالي ترجع فورا يرجع عشان برضو يأكد على قدرته انه يقدر يستمر ثم طبعا المرحلة الكبيرة جدا في حياة الكابتن صالح كإداري وإعلاقته بالإدارة مع النادي الأهل من أول ما دخل عضو مجلس إدارة واستقال ثم يترشح لمقعد الرئاسة يخسر ثم يكسب ويكسب ويفضل موجود على طول إلى أن توفاه الله الحقيقة الفيلم في مراحل السنية وكل الحقب اللي عالجها عالجها بنسيابية شديدة بتنقل وقفز بين العصور بمنتهى بنسيابية رائع بحي الجانب الفني فيه اللي أشرف على إخراجه وعلى منتاجه والحياء هايل جدا يعني التوسيق فيه دقيق جدا تمثال كابتن صالح الذهبي وصالح سليم وشوف بعرض الشاشة عامل إزاي يعني كل حاجة في الأشارة وعلاقة الكابتن صالح بالسينما والمخرج الكبير عمر عبد العزيز والجانب اللي عرضوا بقى عن حياة الكابتن صالح وأحد برضو النقاد الفنيين الكبار اللي تحدث برضو عايز أقول لكم الفيلم فعلا شمل جوانب كتيرة في نموذة جوانب صالح سليم كل جزء منها يكفي فيلم يعني تقدر تتكلم الجانب الحس الفني بتاعه عاشق للموسيقى ويوساخ لك دي وبعدين بصوت الكابتن صالح يقول لك أنا بحب موسيقى الاسباني والعربي واللاتينية بيحب وبعدين يجي عمر عبد العزيز يقول لك ولا مش عارف مين انه كان فنان بيحب الجرافيك ويحب ويجيبوه هو شغال في الشغل ده لا دوكيومنتد قوي الراجل ده الراجل ده كل حاجة طب أقول لك حاجة لو كلمت على الطبيخ بقى كان طبخ بريمو ما كانش أكيل بس أي عزومة يعملها يعمل لك عزومة لخمسين نفر هو اللي يطبخ وتكن منه أكل ما حصلش عايز أقول لك النهاردة الصبح صحاني من النوم الوزير أحمد قطان طبعا ده وزير المملكة السعودية لشؤون الأفريقية وكان سفير وكان سفير المملكة في القاهرة وفي مندوبها في الجامعة العربية في سنوات طويلة وعضو النادي الآلي وعاشق النادي الآلي صحاني الحياة بالتليفون من الصبح فرحان بالفيلم جدا بيحيي القناة جدا وجول ألا استمتعت بفيلم كاتن صالح وكام تمنيت أن أنا كنت أكون في القاهرة عشان أتكلم عنه نشيل بيه برابو عليك اللي جبت التمثال برضه طبعا فكان الرجل بيقولي كنت أتمنى أن أنا أكون موجود في القاهرة وقت إعداد الفيلم ده لأنه كان يقول حجلم عنه هو نفسه صديق مقرب منه جدا الحقيقة فيلم يستحق أن احنا يكون مقالة ومقالة ومش يستحق ده هو فيلم نوسم ألهمنا كيف نتحدث عن الكابتن صالح بزاوية جديدة نتمنى أن دي يعني تبقى انطلاقة رائعة نحو توصيق تاريخي الآلي مخلال رموزه ومخلال أحداثه بطريقة محدش عمالها قبل كده ترجمة نانسي قنقر